أعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانتس وجادي آيزنكوت استقالت هما من حكومة الحرب والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة اتهم جانتس وآيزنكوت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين تنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الخاصة كما اتهماه بالفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على قطاع غزة خلافات لا تنتهي ووضع على صفيح ساخن وانشقاق غير مسبوك هذا هو المشهد إذن في الداخل الإسرائيلي في ظل تطورات مستمرة للعدوان الغاشم على قطاع غزة ففي أحدث تداعيات الحرب أعلن الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانتس وجادي آيزنكوت انسحابهما من حكومة نيتنياهو مع الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في أسرع وقت ممكن جانتس وايزنكوت اتهم نيتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه السياسية الخاصة كما اتهماه بالفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة ولسيما القضاء على حركة حماس وإعادة المحتجزين من قطاع غزة استقالة الوزيران لم تكن مفاجئة فحكومة الحرب التي تشكلت بهدف إدارة الحرب شهدت خلافات بين أعضائها بعد تباين في الآراء حول صعوبة تحقيق أهداف الحرب وقطة الحكومة لما بعد الحرب كما أثرت الاستقالة حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الحكومة وما إن كانت ستضطر إسرائيل للذهاب لانتخابات مبكرة خصوصا في ظل الدعوات المستمرة لنتنياهو للاستقالة ولا سيما من عائلات المحتجزين وبحسب صحف إسرائيلية تنوعت توقعات السياسيين والمتابعين حول القادم في إسرائيل فذهب البعض إلى أن الحكومة لن تتأثر بالاستقالة خاصة إذا حافظت على نوابها في الكنيست فيما رأى البعض أن هذا تطور سيعني نهاية الحرب فيما توقع البعض الآخر أن يضطر نتنياهو لعقد صفقة مع حركة حماس في المقابل وفي محاولة لإنقاذ موقف نتنياهو المترنح في الداخل الإسرائيلي أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفير أنه طالب نتنياهو بضمه إلى حكومة الحرب بعد استقالة جانس مشددا على أن الوقت حان لاتخاذ قرارات شجاعة وتحقيق الأمن لكل سكان إسرائيل على حد تعبيره إلى ذلك يقف نتنياهو في موقف لا يحسد عليه ما بين خيارين كلاهما مر إما الاستمرار في سياساته العنترية غير مكترثا بتذاعياتها الكارثية أو الرضوخ لمطالبات وقف الحرب وعقد صفقة يعتبرها نتنياهو اعترافا بفشله ترجمة نانسي قنقر